المسافرون المسافرون على هدانا ساهرون مستمسكون بذيننا بفضل ربه ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون مسافرون برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي مسافرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم تسليم بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل أيها الأحبة الكرام تكلمنا في الحلقة الماضية من برنامج مسافرون عن البكاء وذكرنا لكم أيضا بعض الأمور التي يبكي الناس لأجلها بعض الناس يبكي من خشية الله يبكي عند سماع القرآن يبكي من حوادث الدنيا وتغيراتها يبكي لمرض يبكي لمصيبة وبعض الناس يبكي إذا انهزم فريقه الذي يشجعه يبكي إذا مات البطل الذي يحبه يبكي على مطرب يبكي على ممثل يعني غنى له أغنية حزينة فبكى ينبغي أن ننتبه إلى أن البكاء الذي يؤجر عليه المرء شيء وقد يعاقب أحيانا على شيء من البكاء الذي قد يعني يبكي عليه المرء ذكرنا شيء من النصوص من الأحاديث النبوية وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي كان عليه الصلاة والسلام يثني على من يبكي من خشية الله عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وكان عليه الصلاة والسلام يبكي قرأ عليه عبد الله بن مسعود شيئا من سورة النساء فبكى عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو الصبي يجود بنفسه وهو عليه الصلاة والسلام يبكي ولما قال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله قال يا عبد الرحمن إنها رحمة إنها رحمة يعني أنا أغلب على هذا رحمة في قلبه هذا ولدي يموت بين يدي وفي حديث أبي هريرة يقول لما أنزل الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون قال بكى أصحاب الصفة وهم مجموعة من الصحابة الفقراء من المقيمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم قال فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهم بكى معهم قال فبكينا ببكائه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلجو النار من بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة مصر على معصية ثم قال عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك تكملة الحديث مثنيا عليه الصلاة والسلام على رحمة ربه ومغفرته والحديث عند البيهقي وغيره ومن حديث هاني مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له عجبا تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن جاء منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه ثم قال عثمان وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه يعني إن الذي يرى القبر ينبغي أن يرق قلبه لأنه قد ينزل إلى هذا القبر ثم لا يكون عنده عمل يبيض وجهه إذا لقي الله تعالى أو يفسح له في هذا القبر ويوسعه عليه كذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من استطاع منكم أن يبكي فليبكي ومن لم يستطع فليتباك يعني يحاول أن يخشع نفسه لأجل أن يبكي من خشية الله قرأ ابن عمر رضي الله تعالى عنه قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال فلما قرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى وبكى حتى خرى يعني سقط على الأرض وامتنع من قراءة ما بعدها لم يستطع أن يكمل بعد ذلك ما بعده عمر رضي الله تعالى عنه كان يبكي خرج عمر يوما إلى السوق ومعه الجارود أحد الصحابة الكرام اسمه بشر بن عمر قال فإذا امرأة عجوز فسلم عليها عمر فردت عليه ثم قالت المرأة العجوز هيه يا عمير عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاب تصارع الصبيان فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ثم سميت بأمير المؤمنين فاتق الله في رعيتك واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت وأن من راقب الله تعالى خافه يعني الذي يعلم أن الله تعالى يراقبه في كل أعماله يخافه قال فبكى عمر وبكى فقال الجارود لهذه المرأة لقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته فقال له عمر دعها دعها ثم لما سكت عن بكائه قال أما تعرف هذا قال لا قال هذه خولة بن حكيم التي سمع الله قولها فعمر رضي الله تعالى عنه يقول في نفسه فأنا أحرى أن أسمع كلامها ثم جعل الجارود يسأله عن الآية فأشار له إلى قوله تعالى في أول سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما مرض بكى قيل له ما يبكيك قال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي وأني مقبل على صعود هبوطه إلى جنة أو نار ولا أدري إلى أيتهما أصير وقرأ الحسن قول الله سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فقال والله إن كان أكيس القوم في هذا الأمر لمن بكى يعني إن أذكى الناس هو الذي يبكي اليوم لأن الله تعالى لما وصف الذين يآخذون يوم القيامة ذكر بأنهم في الدنيا كانوا يضحكون فهم يوم القيامة يبكون فيقول أنس ابكوا اليوم من خشية الله وأبكوا هذه القلوب وأبكوا هذه الأعمال فإن الرجل لتبكي عيناه حتى يرق قلبه لا يزال يبكي حتى يرق قلبه من كثرة بكائه قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غدات قالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول عن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه قال مر رجل على عبد الله بن عمر وهو ساجد في الحجر وهو يبكي فلما انتهى من سجوده وقام قال له تبكي قال نعم أبكي أتعجب أن أبكي من خشية الله وهذا القمر يبكي من خشية الله قال ونظر إلى القمر وهو يغيب وأشار إليه إذن كل هذه العوالم هي في الحقيقة تنكسر لربها جل جلاله وتذل يقول مالك دخل عمر بن عبد العزيز على فاطمة امرأته فطرح عليها خلق ساج عليه يعني كان عليه يعني رداء فطرحه عليها أعطاه إياها ثم قال يا فاطمة لنحن ليالي دابق أنعم منا اليوم يعني ليالي دابق لما كانوا في جهة دمشق لما كان هناك يقول كنا نتنعم فيها والله قبل أن ألي الخلافة وأهتم بأمور المسلمين هذا الاهتمام فذكرها ما كانت نسيته من أيام عيشها فضربت يده هي ضربت يده ضربة فيها عنف ونحت يده عنها كان قد وضع يده عليها وقالت لعمري لأنت اليوم أقدر منك يومئذ يعني تعني أنك كنت في تلك الأيام أميرا وأنت اليوم خليفة أقدر منك في المال أقدر منك في الرجال في العتاد فقام وهو يقول بصوت حزين يا فاطمة إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فبكت فاطمة وقالت اللهم أعذه من النار قال أبو سليمان عودوا أعينكم البكاء وعودوا قلوبكم التفكر وقال عبد الله ابن الأعلى التميمي قال من أوتي من العلم ما لا يبكيه فهو علم والله لا ينفع إذا كنت يا أخي تقرأ القرآن وتصلي وتدعو إلى غير ذلك من الأعمال ومع ذلك لا تبكي فاعلم بأنك في الحقيقة لم تستفد مما تفعل من هذه الأعمال أعني لم تستفد في قلبك وإلا فالاستفادة في الأجل والثواب عند الله جل وعلا البكاء وأيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات هو في الحقيقة دليل على خشية الله تعالى على مراقبته وأن الذي يبكي دليل أنه يخاف من رب العالمين البكاء هو دليل أيضا على صلاح العبد واستقامته الذي يبكي من خشية الله في صلاته يبكي في سجوده دليل أنه يحب ربه جل جلاله فعلا محبة حقيقية من كان كثير البكاء أوصله بكاؤه بإذن الله إلى محبة الله تعالى وإلى رضوانه البكاء هو في الحقيقة أيضا دليل على رقة القلب وعلى استجابته لأمر الله تعالى البكاء هو سمة من صفات الصالحين الخاشعين إذا كنت بكاء في الليل وبكاء في النهار خائفا من رب العالمين أبشر بالخير فإن الله تعالى رحيم بعباده أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرق قلوبنا له جل جلاله وأن يرزقنا الخشوع له وحده سبحانه وتعالى وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم مسافرون أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي تنفيذ المهندس أيمن رزق إشراف الأستاذ عبدالإله الإبراهيم الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون